بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة والعشرون من برنامجكم عبر ونحن في هذه الليلة الوترية ليلة الخامس والعشرين نسأل الله عز وجل أن تكون ليلة القدر وأن لا يحرمنا خيرها ولا برها ولا بركتها وعبرتنا اليوم من قصة واقعية والذي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القصة فهو أن رجلا من بني إسرائيل استلف من رجل من بني إسرائيل ألف دينار وقال له ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا ثم تواعد على موعد معين لسداد ورد هذا القرض ولما حان وقت وموعد سداد هذا القرض أخذ الرجل الألف دينار المدين وذهب ليسلمها إلى صاحب الدين وكان بينه وبين هذا الرجل نهرا أو بحرا فانتظر لعل سفينة تأتي أو مركبا يركبه ليوصل له أمانته وطال الانتظار ولم يأتي مركب وطال انتظاره فماذا يفعل والرجل حريص في أن يسدد الدين في موعده الذي حدده فما كان منه إلا أن أحسن الظن بالله وجاء بخشبة وزجج موضعها وحفر فيها ووضع الألف دينار ثم ربط عليها ووضعها في البحر وقال اللهم إن عبدك فلانا أقردني ألف دينار وطلب مني كفيلا فكلت كفى بالله كفيلا وطلب مني شهيدا فكلت كفى بالله شهيدا فرضي بك اللهم إن استودعتكها أي استودعتك هذه الألف دينار في أن تصل إلى صاحبها وخرج الرجل صاحب الدين لينتظر من يأتي له بدينه وظل واقفا لم يرى مركبا ولا سفينة تأتيه وطال انتظاره حتى كادت الشمس أن تغرب فقال الله المستعان إذن أرجع وقبل أن يرجع وجد خشبة راسية أمامه فقال آخذ هذه الخشبة حطبا لي ولأولادي حمل الخشبة وذهب لينشرها فإذا به وجد فيها الألف دينار ورسالة من صاحبه يقول له إنني لم أجد مركبا ولا سفينة فاستودعت الله هذه الخشبة كي تصل لك بأمانتك كل ذلك والرجل المدين الذي كان قد أخذ القرد لا يعلم هل وصلت له الألف دينار أم لا وكان رجل صادقا أمينا يريد أن يرد الأمانة لصاحبه فلما أنجمع ألف دينار مرة أخرى إذ به يذهب ليعطيها للرجل لعل الخشبة لم تصل ووجد مركبا وذهب إلى الرجل وقال سامحني تأخرت عليك فلم أجد مركبا ولم أجد سفينة فلما وجدت جئت إليه قال يا هذا خذ الألف دينار فإن الله قد أدى عنك دينك ورد أمانتك قال كيف هل وصلتك الخشبة قال نعم لما طال انتظاري ويئست من أن تأتي وجدت خشبة راسية على البر فأخذتها حطبا لأولادي ولما جئت فنشرتها فوجدت فيها الألف دينار والرسالة منه قد أدى الله عنه هذه القصة هو العبرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله الأمانة ونحن في شهر الصوم الذي يعلمنا المراقبة لله الأمانة التي ما إن توفرت في الطبيب في المدرس في الصانع في العامل في الشيخ في المفتي في الناس أصبح المجتمع كله في أمن وأمان بل أعظم شيء يدل على الإيمان هي الأمانة قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له استنى يعجب من هذا الرجل الأمين الذي كان حريصا على رد القرد والدين ومن أمانة هذا الرجل الذي وجد الألف دينار ولم يره أحد وكان من الممكن أن يقول له لم يصلني شيء لكن هكذا هكذا الأمانة هكذا الأمانة التي تمثل يوم القيامة كهيئتها إنسان الذي أخذ الأمانة ولم يردها تمثل له كهيئتها يوم أخذها وهو في النار والعياذ بالله فيراها في قعر جهنم فيأخذها ويفرح حتى يؤدي المظلمة والأمانة وينجو من النار ويحملها على عاتقه ويظل يتفع في دركات النار حتى إذا ما كان على شفير جهنم زلت من على منكبه فوقعت فيظل في إثرها فيحملها فإذا ما رأى نفسه قريبا من النجاة زلت من على منكبه فيظل في أثرها يهوي في النار والعياذ بالله أبد الآبدين الأمانة وما أضراكم الأمانة وليست أمانة الدين فقط أمانة الكلمة يا من تكتب بقالمك لتشوها إنسانا أو فكرا ستسأل فالكتابة والقلم أمانة يا من تتكلم وتقول هذا حلال وهذا حرام هذه أمانة يا من تقول هذا حق وهذا باطل ستكتب شهادتهم ويسألون هل شهدت بالحق أم شهدت بالباطل هل وقفت مع أهل الحق أم مع أهل الباطل الأمانة التي تقتضي ألا تجامل الناس على حساب أهل الكفاءة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل كيف تضيع الأمانة ومتى الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل استعمل رجل على عصابة يعني مجموعة من الناس وفيهم من هو أرضى لله من فقد خان الله ورسوله والمؤمنين لما جاء سيدنا أبا ذر يطلب الإمارة قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خز وندام إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها الأمانة أمانة الكلمة أمانة القلم أمانة الشهادة الأمانة مع الزوجة مع الأبناء مع الجيران الأمانة في المجتمع واحفظوا هذا الحديث واجعلوه نصب أعينكم دائما وأبدا يا من أخذت أموال الناس ردها وإن نويت أن ترد الأمانة قواق الله على الرد أما إن نويت الإطلاف أتلفك الله والعياذ بالله واحفظوا هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له احفظوا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد اللهم في هذه الليلة المباركة اجعلنا من المرحومين ومن المغفورين ومن النار معتقين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة